تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 بقصر قرطاج بالسيدة فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط نتائج الاجتماع الرابع للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في عديد القطاعات ومن بينها القطاع الصحي على وجه الخصوص على غرار بناء مستشفيات جهوية جديدة وتطوير الخدمات الصحية بعدد من المستشفيات الحالية وأكد رئيس الجمهورية على أن تأخير إنجاز المشاريع العمومية فضلا عن أنه غير بريء يقتضي توفير اعتمادات إضافية ستتحملها المجموعة الوطنية وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم ضرب القطاع العمومي للصحة منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي ومن تسبب في ذلك يسعى اليوم إلى تعطيل إنجاز هذه المشاريع ويجب على كل أجهزة الدولة أن تتصدى لهذه اللوبيات التي لا تتورع عن الالتجاء لأي وسيلة كانت لإجهاض كل مشروع عمومي مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي ويجب أن تطور التشريعات المتصلة بالمشاريع العمومية وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن الاقتصاد الوطني الحقيقي هو الاقتصاد الذي ينتج الثروة التي ينتفع بها التونسيون والتونسيات لاقتصادا ريعيا تحتسب على أساسه نسب نمو خاطئة كاذبة كما أن التخطيط يجب أن يكون بدوره قائما على الأهداف التي تسعى المجموعة الوطنية إلى تحقيقها لا على أساس المصالح الضيقة للوبيات